تولت ردود الفعل الشعبية والدولية المرحبة باتفاق المصالحة بين مدينتي الزنتان ومصراتان وسط دعوات لتعزيز الوحدة والتلاحم وعلى الصعيد الدولي رحبت الجزائر باتفاق المصالحة وعبرت عن أملها في أن يتبع الاتفاق ديناميكية مصالحة عبر كل التراب الليبي من جهتها رحبت السفارة الإيطالية بالاتفاق مؤكدة أن ذلك هو الطريق للتغلب على الصراع والانقسام وعلى الصعيد المحلي رحب مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني بجهود المصالحة داعيا الطرفين إلى توحيد صفوفهم والالتزام بما جاء في البيان الختمي للمصالحة وبركت الهيئة البنغزية الاتفاق مؤكدة أن أهالي بنغازي المهجريين كانت أيديهم ولازلت ممدودة للتسامح والمصالحة وأعلنت لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بالمجلس الأعلى للدولة عن ترحيبها بهذا الاتفاق فيما جدد المجلس الوطني للمصالحة الدعوة لكل المناطق والمدن الليبية للاحتذاء بهذا الاتفاق في المصالحة الشاملة في سياق آخر كشفت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها أن الحكومة المصرية دعمت كلا من مجرم الحرب خليفة حفتر ورئيس الحكومة المقترحة فايز السراج وذلك في محاولة لإبطال اتفاق المصالحة بين المدنتين وهذا يدل على مدى تدخل السافر في الشأن الليبي ومحاولة تأجيج الصراع في ليبيا وجاءت توصيات البيان الختمي للقاء المصالحة بالتأكيد على حرمة الدم الليبي والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة وعدم السماح بتقسيم ليبيا أو النيل من أراضيها والدفع لبناء دولة القانون والمؤسسات تبقى المصالحة الوطنية الشاملة إحدى أهم الركائز الأساسية لرأب الصدع والوصول إلى بر الأمان وشاطئ الاستقرار وذلك لأن الأزمة تعدت نزاع السياسي وعملت على تفتيت النسيج الاجتماعي وعلى إيجاد متناقضات سياسية واجتماعية ترجمة نانسي قنقر